سحب نروح نشوف مع بعض فقرة السوشال لاب ونرجع تاني على طول وجي معادنا مع السوشال لاب اللي بنشوف فيه ازاي المشاهير بيستخدموا السوشال ميديا بتاعتهم وايه اكتر الابليكيشنز اللي بيحبوا هيكون عن الممثل اللي ابهارنا بدوره في مسلسل جزيرة غمام الفنان احمد امين واللي بيحتفل بفوزه بجيزة افضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما يا جيزة دي الحقيقة بالنسبة لي يعني انا من سبع سنين كنت اعمل فيديوهات عشان نفسها بقى ممثل وكان نفس اعود في مكان في شوية ممثلين بس مش اكتر يعني مش للدرجات دي فالجيزة دي يعني معناها حاجتين الحقيقة معناها ان اسد زيتي والمهرجان والقائمين عليه بيقولول انت بقيت محسوب علينا فانت مسؤول تشطر واشتغل شد حيلك والحاجة التانية ان اسرتي واخواتي اللي انا كنت بقى اصهر في حقهم علشان خاطر عندي شغل يعني دعواتكم ما رحتش هاضر فشكرا تعالوا نبدأ بفيسبوك احمد امين لانه متفاعل عليه بشكل كبير ولقينا ان اللي بيتابعوه 4 مليون وتسعمية الف متابع اما هو في عام الفالو لتلاتة اكاونت بس ولقينا ان هما الفنان احمد ميكي والفنانة اسعاد يونس وبرنامج الفاميليا ولانه اصلا ممثل كاميدي طبعا الاكاونت كله بوست كوميديا وكلها هزار ودائما بيعلق على اي مواقف بطريقته الخاصة واخر بوست نشره بمناسبة الباك تو سكول نشر الصورة دي وكتب عليها لما استاذ الابتدائي ينادي عليك عشان تطلع تمسح الصبورة من الفيسبوك للانستجرام بيتابع الفنان احمد امين مليون متابع اما هو فبيتابع 209 اكاونت ونشر لحد دلوقتي تقريبا 584 صورة وفيديو وطبعا الاكاونت كله عليه مشاهد من مسلسلاته وبوسترز لاعماله وبكده نكون خلصنا فقرة السوشال لعب